إلى ذلك قال نائب قائد الجيش الإيراني حبيب الله سياري أن إيران هي الضامن لأمن مياه الخليج ومضيق هرمز مشاددا على أن وجود قوات أجنبية سيزعزع أمن الخليج وضاف سياري أن إيران قادرة على تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز وأن القوات البحرية الإيرانية ستجري مناورات مشتركة مع القوات الروسية قريبا في شمال المحيط الهادي من دون أن يحدد موعدا للمناورات شكرا